البداية دعنا نتحدث عن هذه الارتفاعات التي عاقبت بعض الخسائر التي منيت بها البورصة المصرية والتي قد ترتبط بشكل مباشر بتلك الأحداث الإرهابية التي جرت في فرنسا سيد هيجان اسمعوني أسمع حضرتك جيدة في الحقيقة علاقتنا في فرنسا لا يوجد علاقة مباشرة من قريب واربعيد إلا أنه تأثير نفسي على المستثمر قصير الأجل في الحقيقة فبالتالي يبقى عرضة لأنه يحصل النوع من أنواع البانيك فيبتدي يرمي الأسهم بأسعار منخفضة جدا مما يؤدي إلى أنه في الحقيقة تحت تأثير اتجاه متوسط الأجل منخفض فبالتالي يفضل المسيطر على الموضوع المستثمر متوسط الأجل وطويل الأجل يصبح عندنا لدينا الفريسة المتوقعة هو المستثمر قصير الأجل الذي يأمل دايما على أرباح سريع جدا اقتناص فرص صغيرة جدا للأسف ما يقدرش يجدها في هذا المناخ المتواجد حاليا يظل لدينا في الحقيقة مستويات 6550 نقطة مهمة جدا إحنا كنا نبارح من التداول تحتها النهاردة بالفعل في أول دقائق من الجلسة المصرية أصبحنا تداول أعلىها في الحقيقة على المدى القصير لا نقدرش نحدد منه أي نقطة لأنه لازم يتم الاستقرار ما زال الاتجاه القصير الأجل غير مستقر على الإطلاق يعني ما أقدرش أحكمه من أول خمس دقائق أو عشر دقائق في الحقيقة فلازم أرجع أتداول مرة تانية فوق أعلى مستويات 6550 نقطة استمرار شراء المؤسسات يبتدي يظهر موجود تاني عندنا في السوق المصري ألاقي مرة تانية موجود عندي ضخ سيولي أعلى من 500 مليون جنيه في الحقيقة يعني على مدار 3-4 جلسات نبدأ نقدر نتوقع على المدى القصير فقط اللي ممكن قد يحدث لنا طيب سيد هشام يعني تتوالى الإعلانات والاكتشافات في حقول الغاز في مصر أعلنت شركة دانا غاز مؤخرا أو اليوم بأنها سجلت اكتشافات كبيرة من الغاز ضمن منطقة حقوق تطوير حق البلسم في دلتا النيل في مصر أوضحت التقديرات الأولية التي أشارت إلى وجود احتياطات مؤكدة تصل إلى 165 مليار قدم مكعب من الغاز أي ما يعاد 28 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا مثل هذه الاكتشافات يعني كيف تؤثر على الاقتصاد المصري أو بالأحرى يعني متى سيبدأ الأثر المالي بالفاعل الظهور على الاقتصاد المصري زهور يعني طبعا اكتشاف إيجابي جدا 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 ولكن هيبقى الأثر ليه ليس على المدى القصير ولا المتوصف في الحياة أنت يعني بنراهن في الاكتشافات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية على المدى الطويل يعني هتبتدي تشوفي آثارها خلال فوق الثلاث سنين بعد الخمس سنين فبالتالي المتأثر الرئيسي عند حضرتك المستثمر قصير الأجل هيخذ بالو منها إزاي خلال الفترة السابقة ياما ظهرت لنا أحداث إيجابية جدا قبلها السوق المصري بفتور شديد جدا وكانت على الصعيد الآخر يظهر لنا أحداث سلبية صغيرة لا تدعي ليه ما يحدث لها بمقابل نحن نشوفه معكوس على الشاشة لأن المستقبل المصري شافه بشكل عنيف جدا يبدأ يتفاعل مع تجاهل الأخبار الإيجابية التفاعل بشكل عنيف جدا مع الأخبار السلبية طبيعة الفترة طالما احنا تحت تأثير الاتجاه المتوسط الخافض وهل سيكون هناك تأثير مباشرة أيضا على البورصة المصرية فخلال جلستين تلاتة محدش نتوقع لازم يرجع تاني مرة تانية لأخرى نتبدي نتداول فوق 6550 نقطة نشوف فعلا دخول سيولة نشوف فعلا زهور تريند على الأقل على المدى القصير الفترة الحالية نعم طيب مع توالي الشركات لإعلانها عن نتائجها المالية سيد هشام يعني كان لدينا شركة أوراسكوم القاوضة أعلنت عن نتائج المالية لفترة التسعة أشهر ارتفعت بنسبة 217% لتصل إلى حوالي 308 ملايين جنيه مثل هذه الأخبار يعني هل يتجاهلها السوق المصري بالرغم من إيجابيتها الكبيرة أم ماذا؟ نهي دي طبيعة المرحلة بالفعل سيدة الفضيلة حضرتك أصبت في الإجابة أنه الأخبار إيجابية جدا جدا ولكن تكتشف أنه السوق يتجاهلها طب ليه نتيجة يعني السيكولوجي نفسها بتاعت المستثمر قصير الأجل أنت نحو السلبية فطبيعي يتجاهل جميع الأخبار الإيجابية يتفاعل بشدة جدا مع الأخبار السلبية يعني خلال المدى القصير بيفضل عندنا مسيطر عليك الأداء السلبي فمتشفيش أي خبر إيجابي بتشفيه مهما كان قوته في الحقيقة سواء مؤثر على المدى القصير أم المتوسط ليس له صدع الإطلاق ولكن تعالي ننظر لأي خبر سلبي صغير جدا وإن كان ليس لنا لها علاقة مثل فرنسا يؤثر فينا بشكل فضيع جدا دي طبيعة الفترة الحالية لازم كل ده نبتدي فترة انتظار فترة ترقب يعني عدم الدخول بسهولة جدا لابد من انتظار إشارات إيجابية لزهورها على السوق المصري بساعتها يبتدي المستثمر قصير الأجل هو اللي يبتدي يقولك أنا هقدر أعمل استثمار في الفترة الحالية ده يحدده مين لازم 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 يبتدي الفترة الجاية المستثمر متوسط الأجل هو لياخد قراره بأنه يبتدي يقرر يتحول من بيع لمشتري ويبتدي ساعتها التريند يغير اتجاهه أشكرك جزيلا شكر سيد هشام حسن وأنت مدير قسم التحليل الفني في شركة أكيومين لتداول الأوراق المالية شكرا لك على هذه المشاركة